يتزامن اليوم الموافق الثالث عشر من مارس مرور عام على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني وجاء التحالف كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع وذلك لتنصيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص ونجح التحالف الوطني في ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة بإجمالي 250 ألف متطوع ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر